أكد الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة نافيا شائعات حول معاناته من مشاتل صحية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن هناك تكهنات تدور في الغرب بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض ما هي إلا تقارير زائفة وفي سياق متصل قال ديمتري بيسكوف أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها